أدى ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية التركي هكامفينان الليلة إلى إقليم كردستان في زيارة رسمية قادمة من بغداد وفدى إعلام دائرة العلاقات الخارجية بإقليم كردستان في بيان بأن وزير الخارجية التركي سيصل هذه الليلة إلى الإقليم بعد اختتام زيارته إلى بغداد واجتماعه مع كبار المسؤولين العراقيين هناك تابع البيان سيتم استقبال الوزير الضيفي أربيل من قبل وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد ومسؤول دائرة العلاقات الخارجية سمين ديزايي وكبير مستشاري رئيس الإقليم فلح مصطفى وعدد من المسؤولين الآخرين